اليوم يأتي بتنسيق ما بين صندوق الأمم المتحدة للسكان وكذلك وزارة الصحة هي فرصة باش يتم العرض ديال التقرير العالمي حول وضعية السكان بالعالم وكذلك عرض تاني سيتم تقديمه من طرف وزارة الصحة ويخص برنامج جديد الذي أطلقته وزارة الصحة في سنة 2017 وهو برنامج البرنامج الوطني لمناهضة العنف ضد النساء والأطفال وهو برنامج كذلك الذي نتوقع من خلال هذا اللقاء أن يتم إغناؤه وإعطاء أفكار جديدة خاصة وأننا نعرضه أمام المجتمع المدني أمام الجامعيين وأمام كذلك المهتمين بهذا المجال ويأتي كذلك في إطار ونحن نعيشو الحملة الوطنية في الأيام الأخيرة ديالة أو الحملة الوطنية لمنهضة العنف ضد النساء والأطفال مؤسسة على وزارة الصحة في رحصة يعني على المملكة العديدة هذه الأساسات التي و فضلا لستصعيك، وهو سبب يكتب أن تضحصي في صورة نحادة من الواقع. اليوم، نحن هنا تتحدث بالمعارض والالمصنع الشريطة، وعضل المعارض بالوطنية قسمي، وضعاتهم من المقارب العالمية، بالتحدث على المعارض والعبوارات والأساسي الآن في المدينات التي يتحدث في السابق، في ترجمة الانتصال انها第三نة التعلق لأن المسيح والمعيشات سيبعة خاصة إلى الإعجاب في زلان المنطقة في ترجمة الانتصالة